السلام اهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة معاي وبدنا نحكي عن شغلة غريبة اليوم بالصدفة ايجاني مكالمة من شخص رقم تلفون بعرفه رديت عن المكالمة تلعلي الصوت آلي يعني مبين صوت جهاز آلي وبعملي زي ادفرتايزنج خليكم معاي عشان اكملك القصة اليوم بعد مها ديjeت على المكالمة تلع الصوت هذا الصوت غريب هيك واحد عم يحكي بصوت زي آلي فااااااااااااااااااااااااااا استغربت طفيت المكالمة ورجعت معلو عشان يقوللي انت تالتي واحد يحكي معاي و انا ما اتصلت وحداو ايش غريب يعني حتى يعني مبين انه مش هو فعملت سيرش لقيت فيه اب موجود على الانترنت بتشحنه بفلوس وبعطيك انك تحكي من اي تلفون يا جماعة متهيئين يعني انت بس بتنزل الاب وبتحط تلفون اي شخص بدك اياه في العالم وهو بصير يتصل على ناس اخرين من هذا الرقم مش من رقمك من رقم صاحبك او من رقم صديقك ومش رقم الشخص بدك تدره وتستخدمه فالموضوع يعني قديش مستطيعين انه الهاكرز هدول يدخلوا على حساباتنا ويستخدموا الاي ديز تبعتنا اشي فضية يعني انا سمعت انهم كانوا يتصلوا هون في كندا في الناس من دائرة الضريبة يقولوا لهم احنا من دائرة الضريبة التلفون اللي يطلع لهم هو التلفون دائرة الضريبة يعني لو بتعمل عليه سيرتش في الانترنت بتلاقيه من دائرة الضريبة فانت بتغطنع انهم هدول من دائرة الضريبة ولكن هم طلعوا نصابين فالموضوع يا جماعة طلع سهل جدا ولكن احنا للأسف يمكن مش مثقفين حالنا انف او بما يكفي انه نحاول نحمي حالنا من هدول الهاكرز فاتوقع انه كل واحد منا وانا اولكم لازم نعمل كورس في هاي الشغلات عشان نعرف شلي بصير حوالينا وخاصة مع وجود الالكترونيكس اللي حوالينا يعني فيه لي صديق بيشتغل في السيكوريتي يقول لي اي شيء يمكن ان تضغطه في الكهرباء اوكي بتقدر تتجسس عليك اي شيء بتقدر تحطه في الكهرباء بتتجسس عليك حتى سيجارتك اللي بتدخن فيها ممكن تبعت سيجنلز تعطي اه تعطيهم ريبورتس عديش انت كم مرة بتدخن كم مرة بتغير فرتر كم مرة بتشحنها اه تبعت الياهوة بتعطيهم اندكيشن فاحنا في عالم للأسف اه غريب غريب جدا يا جماعة فديروا بالكو وخاصة للازواج والزوجات اذا اجاكي تلفون او شفتي تلفون من احد من زوجك او شفتي هذا يعني ديري بالك في هذا الشيء وانتبهوا يعني فعلا اشي خطير جدا الله اعطيكم العافية اذا اعجبك هذا الفيديو عمل لايك وسبسكرايب للقناة او امنا شير ماشر